عاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى القاهرة وذلك بعد الانتهاء من المشاركة في مؤتمر الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك وقد بحث الرئيس الأركان خلال زيارة مشاركة مصرية في عمليات حفظ السلام مع التأكيد على وفاء مصر بالتزاماتها تجاه قضايا المنطقة والمشاركة الفعالة للقوات المصرية ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام